اشتركوا في القناة ومنذ لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أد ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وآل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهليا من الطاعات في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أد ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزر قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وآل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهليا من الطاعات في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أد ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك كما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وآل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته وحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهليا من الطاعات في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أد ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك كما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وآل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهلي من الطاعات في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أد ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك كما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وآل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته وحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهليا من الطاعات في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاء اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أد ما حملته إلى العباد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وآل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهلها من الطاعات في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أد ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وآل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهلي من الطاعات في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أد ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وآل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهلي من الطاعات في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أد ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وآل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهليا من الطاعات في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أد ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وآل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهليا من الطاعات في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أد ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك كما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وآل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته وحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهليا من الطاعات في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أد ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وآل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته وحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهلي من الطاعات في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أد ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وآل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته وحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهليا من الطاعات في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أد ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك كما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وآل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته وحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهليا من الطاعات في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاء اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أد ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وآل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهلها من الطاعات في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أد ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وآل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته وحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهلي من الطاعات في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أد ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وآل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته وحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهليا من الطاعات في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أد ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وآل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهلي من الطاعات في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أد ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب